موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها العمليات الفذائية تتصاعد في الضفة وتل أبيب تعترف نحن في المصيدة ما هي المآلات تهران ترفض الشروط المسبقة للعودة إلى المفاوضات النووية وتحذر إسرائيل من أي حماقة عسكرية ما مصير المفاوضات مرحبا بكم الجيش الإسرائيلي في مصيدة هكذا عنوانت صحيفة يديعوت أحرانوت تقول الصحيفة أن المؤسسة الأمنية تبحث عن سبيل للتعامل مع ما سمته موجة الهجمات الفلسطينية في الضفة والقدس وأريحة وبحسب الصحيفة ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الأسس التي ساعدتها حتى الآن تقوضت في لحظة واحدة فهم يرون أن السلطة الفلسطينية باتت ضعيفة وتفقد قدرة عملها ومثالا على ذلك ما حدث في جنين وأريحة حيث كانت السلطة الطرف الأقوى يديعوت أحرانوت تقول أن الجيل الفلسطيني الشاب يأس من السلطة ومؤسساتها ويبني لنفسه القصة الوطنية الجديدة كعرين الأسود واستعدادهم للقتال وأضافت الصحيفة أن المعيار ليس كمية النيران في نابلس وجنين فحسب بل في حافظ الخروج عند الرابع فجرا تحت مطر شديد لرشق آلية للجيش الإسرائيلي بالحجارة يعترف الإسرائيليون بقسوة العمليات الفدائية رئيس الأركان هتسي هليفي يقول أن الهجمات الأخيرة حصدت ثمنا باهظا في إسرائيل فيما يصف الإعلام شهر شباط فبراير بأنه الأسوأ إذ قتل 14 إسرائيلية إذن هذه عنوين ومحاور الملف الأول في المسائية نفصله ونناقشه مع ضيفينا معنى من القدس المحتلة الخبير بشؤون الإسرائيلي السيد إسماعيل مسلماني معنى من واشنطن مستشار الشؤون الدفاعية في مركز التقدم الأمريكي الدكتور لورانس كور مرحبا بضيفينا سأبدأ وإياك سيد مسلماني إذن تتسع دائرة التوتر والتصعيد والأمور في تسارع في الضفة الغربية إعلام إسرائيلية يقول أن الجيش في مصيدة واعتراف غير مسبوق انصح التعبير من أعلى هرم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأنه تكبدت ثمنا باهظا أي الجيش الإسرائيلي تكبد ثمنا باهظا من خلال العمليات الأخيرة ما طبيعة الثمن ومسبباته التي تحدث عنها رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال وما تشخيص المرحلة التي وصلنا إليها في الضفة نعم مساء الخير للجميع حقيقة إذا تكلمنا عن المشهد الفلسطيني والمفصل التاريخي الآن تغير 180 درجة بمعنى أن الانتفاضة الأولى عام 1987 والانتفاضة الثانية عام 2000 لم تشهد تاريخ القضية الفلسطينية بهذا الزخم وبهذا الكم الهائل نحن الآن نتكلم عن ثورة شعب ثورة شعب بأكملها تنطفض انتفاضة شاملة بمعنى كان من المفترض أن تقوم الدولة الفلسطينية عام 1990 وإنهاء الحكم الداتي ومن أجل قيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 ولغاية هذه اللحظة لم تتحقق النتائج على الأرض وبالتالي إسرائيل هي تلعب بكل إضعاء بكل موازين القوى واستطاعت من خلال الفصائل التقليدية التي كلنا نعرفها الفصائل التقليدية منظمة التحرير والفصائل الأخرى لكن ما شهدناه من معركة سيف القدس التي بدأت قبل عامان مروراً بوحدة معركة وحدة الساحات وكل الهبات الفلسطينية التي جرت في المسجد الأقصى مروراً بتشكيل خلايا عرين الأسود في نابلس في قلبها وصرايا القدس التي تتمركز بشكل أساسي في مخيم جنين النموذج انتقل إلى الضفة الغربية وهنا أصبحت غزة الصغرى بمعنى مخيم جنين وما يحيطها وثم انتقلت إلى نابلس ومن ثم مروراً إلى مخيم عقب الجبر أصبح المثلة يشكل عنواناً رئيسياً للمقاومة الحديث الآن يدور عن مقاومة من جيل الشاب الجديد الذي أصبح عدي التميمي والنابلسي وكافة الأسماء الشهداء هم أيقونات شكلت للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وللحاضمة وهناك استفتاء شعبي كامل على الأراضي الفلسطينية بمعنى أنه لم تحضى القضية الفلسطينية أن كل المدن الفلسطينية مشتعلة نار تكتوي الاشتباك بشكل يومي هذا مما جعل أولاً على الصعيد أن المؤسسة الأمنية لم تستطع أن تعرف كيفية التعامل مع المقاومة لأسباب أولاً أنها ظهرت بشكل جديد وبآليات جديدة وبعمل مختلف عن السابق ولهذا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بكافة أدرعها التي هي تمول تمويل أمريكي بحث كامل حول موضوع الميزانيات وهي تنفق مالاً يقدر وهي أعلى وزارة بكل الوزارات الميزانية التي تصرف لها على سبيل المثال قبل يومين تم صرف لإثمار بن جفير لوزارة الأمن فقط الداخلي تسعة مليار شكل أي ما يعادل أكثر من أربعة خمسة مليون دولار تقريباً مليار دولار هذا يعني رقم خيالي هذا يعني أن هناك استنزاع كبير إذن نحن نتكلم عن حين كان يدخل يعتقل الجيش الإسرائيلي قبل ثلاثة سنوات تحديداً كان يعتقل بدقائق اليوم هو بحاجة إلى ساعات وهو بحاجة إلى استنزاع لكن عن ماذا يعبر عندما يقول رئيس هيئة أركان الجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش تكبد ثمناً باهضة نتيجة العمليات الأخيرة هذا إقرار غير مسبوق إن صحة التعبير ونبرة بدولافيتة حتى أخذ جملة لطفاً يعني نفهم هنا التشخيص حتى بالنسبة للمؤسسة العسكرية لطفاً نعم لاحظنا هذا بخلال فترة العامين وخاصة معركة سيف القدس ولاحظنا في وحدة الساحات كل هذه المعارك أدت إلى انقلابات كبيرة في المؤسسة الأمنية المؤسسة الأمنية الآن أصبحت وأظهرت حقيقة من هي إسرائيل في المؤسسة الأمنية التي كانت طوال الوقت منذ أكثر من أربعون عاماً وهي تشكل البعبع للمنطقة العربية وحتى للفلسطينيين اتضحت الصورة بشكل أن النظام الأمني هش بمعنى أن هناك ليس عن عقيدة وليس عن إيمان يتم المقاتلة بالرغم مرة أخرى يتم إنفاق الملايين لتدريب المجموعات المسلحة عن ماذا نحن نتكلم؟ عن شبان هم يحملون السلاح قبل أيام سأعود إليك سيد مسلماني لنعرف ما موقع اليوم المؤسسة العسكرية مما يجري على الأرض لأنه نشهد أقل حوارة سيناريو لم يكن الأمر تحت سيطرة الجيش وإنما نتحدث عن قطعان المستوطني سأعود إليك لأن هذا يفترض أن نراه في حيثيات التعامل داخل إسرائيل أمنياً عسكرياً وسياسياً وحتى في المآلات سمح لنا نشرك دكتور لورانس كورب إذا كان لديك أي تعقيب على ما تقدم به سيد مسلماني لكن طالما أتحدث عن التصريحات اللافتة ما جاء من تصريح في الموقف الأمريكي أقل ممثل بلات المتحدة الأمريكية الخاص لشؤون فلسطينية من رام الله قال خطاباً أيضاً غير مسبوك وغاضب إن صح التعبير يمكن أضعه في أدبيات الخطاب الأمريكي فيما يتعلق بموقع إسرائيل والتعامل إسرائيل الأمريكي من القضية الفلسطينية قال بأنه في أعمال عنف شنيعة عشوائية قام بها المستوطنون في حوارة ويجب أن يكون هناك مساءلة ومحاسبة نريد أن نفهم ما جوهر هذا الموقف الأمريكي هل هناك قراءة جديدة أم ماذا؟ نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً تتهم به إسرائيل أي حليفتها بمساعدة المستوطنين بالقيام بهذه العمليات لذلك قمنا بهذه المؤتمر قمنا بقامة المولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم هذا المؤتمر في الأردن هذه القمة لكي يتم معالجة هذا التوتر القائم والعمل على إنهاء وضح حد له بطبيعة الحال الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو لم تقم بكافة الخطوات اللازمة لتفادي ما حصل ولتفادي انتشار هذه العمليات التي قام بها المستوطنون في الضفة الغربية ولكن من هو المسؤول عن المناطق الفلسطينية الرئيس عباس كبير في السن ولا يقوم بكافة مهامه من سيقول لهؤلاء الشبان الفلسطينيين أنه عليكم أن تتوقفوا عن إثارة المتاعب وعن تصعيد الموقف من سفى يستلم زمام الأمور الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو لا تريد أن تثير غضب اليمينيين الذين يريدون إذن حماية هؤلاء المستوطنين الذين يهاجمون الضفة الغربية وهو أيضا قلق حول موقعه وماكنته ولكن من هو المسؤول من هو الذي سوف يتولى زمام الأمور في الجهة الفلسطينية إذا ما كنت أنا مسؤولا يجب أن نرسل مجموعة من قوات حفظ الأمن من الأمم المتحدة إلى المنطقة هذا السيناريو سأبحث بحقيقة إمكانية أن يطبق لكنك عفوا دكتور كورب لم تجبني على سؤالي معذرة بمعنى التشخيص الموقف الأمريكي يوجه سهام الكلام مباشرة لقطعان المستوطنين الذين اعتدوا أحرقوا منازل بقية لساعات لم يتمكن أحد من إخمادي النيران حجم الاعتداءات الوحشية التي طالت في حوارة دفعت لنرى خطابا إن صحت تعبير غاضبا من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي في سؤال عن المسؤوليات والمحاسبة الموقف الأمريكي هنا ما موقعه سيما بأن هذه الاعتداءات أتت بعض دقائق صحت تعبير على الامضاء على تفاهمة لقاء العقبة الذي وجهته ورعته الولايات المتحدة الأمريكية إذن نددت الولايات المتحدة الأمريكية بالعمليات الحاصلة وكما قلت لقد نشروا تقريراً وزارة الخارجية نشرت تقريراً حيال هذه المسألة وما يتواجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم به والحديث عن تداعيات ما تقوم به إسرائيل أي غض نظر السلطات الإسرائيلية عن تلك العمليات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية وهذا سوف يكون له أهمية كبيرة لسيما فيما يتعلق بالتداعيات إتفاق كامب ديفيد وعلاقات إسرائيل في المنطقة ما الذي يمنع دكتور كورب مجدداً أن يكون هناك إقرار حقيقة بتحميل المسؤوليات أقل في تقويد إن صح التعبير مساعي أمريكية أرادت أن تخفض التصعيد من خلال لقاء النقب بما جرى بحوارة يعني فكرة تحميل مسؤوليات لإسرائيل لتقويد جهود قامت بها في النقب من خلال الاعتداءات التي أدانتها في حوارة وبالتالي طريقة التعامل أو يكون هناك أوراق بشكل أو بآخر أمريكية قادرة على تفعيلها حيث وصلنا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تحمل المسؤولية على السلطات الإسرائيلية ولكن هل يمكنها أن تعاقب المرتكبين نحن نمتلك نفوذا ونمتلك القدرة على الضغط على الإسرائيليين لأننا ندعم الحكومة الإسرائيلية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست محايدة في هذا الصراع لذلك فهي قامت بتنظيم هذه القمة في الأردن لكي تجمع كلا الطرفين لكي يتمكن كلا الطرفين من إدارة الأزمة لأنه إذا ما قام الإسرائيليون بالقيم بالخطوات اللازمة لوضع حدا للعمليات التي يقوم بها المستوطنين يجب على الحكومة أو على السلطات الفلسطينية أن تضع حدا للعمليات التي يقوم بها الفلسطينيون إذا هذا ما يجب أن نحصل فيها الضفة الغربية بذلك سيد مسلماني الموقف الأمريكي وين بدأ عالي السقف خطابيا لكنه يتوقف عند حدود الخطاب أو توجيه الموقف الكلامي ولا نرى عقوبات أقل هذا ما تستخدمه البيئات المتحدة الأمريكية بالنسبة لخصومها أو من تتنافس وإياهم هذه نقطة لكن في إسرائيل كيف ينظرون للموقف الدولي أو حتى مثل موقف بلات المتحدة الأمريكية لا يبدو أن هناك اكتراث وهنا نسأل من يتحكم فعلا بالأرض من الذي يحكم نحن نتحدث عن الجيش الإسرائيلي عن قطعان المستوطنين عن وزراء بعينهم يحكمون الواقع في الضفة الغربية أم ماذا نعم بداية أول شي دعين أعلق حول قضية حوارة هي منطقة سي بمعنى أن الصلاحيات الأمنية تقع تحت سلطة إسرائيل وبالتالي فقط مدنيا للسلطة الفلسطينية هذا من زاوية وهي شارع يعد منطقة عصب على اليمين وعلى الشمال مستوطنات موجودة وتبعد عن نابلس حوالي تقريبا 9 كيلو متر تقريبا هذا جانب الجانب الثاني فيما يتعلق بخصوصية موضوع الموقف الأمريكي الذي هو دوما بالإعلام هو دبلوماسي بمعنى هو يناور بالإعلام ويضلل بالإعلام أننا محل الدولتين بكل بساطة مؤتمر العقبة كان بإمكان أن يأتوا الأمريكان إلى الفلسطين وأن تنسح بإسرائيل من حدود عام 67 هناك اتفاقيات دولية إسرائيل ضارب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية وأهم كل هذه الاتفاقيات التي تقول عن تقرير الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 بما فيها القدس بمعنى آخر هذه هي الثابت الذي ممكن السلطة الفلسطينية التي تحاول إسرائيل دائما ودوما إضعاف السلطة الفلسطينية من خلال الرواتب وإضعافها وهي لا تود أن تكون قوية بالمناسبة هذا معروف ومتعارف عليه وتعاني السلطة الفلسطينية وتناشد دوما ومع ذلك بما حصل في مجزرة نابلس الذي استشهد أكثر من 13 شهيد موجود تهبت السلطة الفلسطينية خاصة بين قوسين كان هناك ضغطا من قبل الأردن وأمريكيا ومصر من أجل الحضور لأن هناك قضية أمنية عالية المستوى فيما يخص إسرائيل إسرائيل هي التي تتحكم على الأرض دعينا نقول على سبيل المثال في حوارة كان من المفترض وأتوقع أن يقول الضيف أن يقول بشكل واضح ما جرى هو ليل البلور أو ليل الكريستال الذي حصل عام 1938 في ألمانيا حين تم كسر الدجاج وإحراق البيوت والمنازل المشاهد مروعة جدا صباحا قامت الناس وشاهدت المأساة التي حلت هذه لأول مرة تحصل وبإعاز لافت سيد مسلماني ليلة كريستال التي أشرت إليها تم استخدامها أو طرحها حتى بداخل الإعلام الإسرائيلي ولكن نتحدث عن صورة مغيرة لا أدري هنا مجددا الجيش الإسرائيلي ما موقعه مما يجري هل فعلا خرجت الأمور عن سيطرته تفلتت من سيطرته أم أنه نحن الآن في مرحلة فعلا في هذا التحالف الذي قام به بن يمين نتنياهو مع اليمين الفاشي صح التعبير يتستوجب هذه المرحلة أن نرى الأمر بيد هؤلاء القطعان من المستوطنين في عملية الاعتداد وصولا لوضع اليد على الضفة على ما يقدم في هذا التفاهم نعم أولا المستوطنون هم متسلحون وهذا كان بإعاز من إطنار بن جبير وسمة روش هم وزراء وقالوا سنحرق حوارة وزراء يتكلمون بالحكومة ولا أحد يحاسبهم على ذلك هذا تصريح واضح ورسمي بالأمس كان هناك تصريح من أكثر من وزير وأكثر من عضو كنيسة في الحكومة وفي البرلمان قالوا بشكل واضح لتحرق حوارة هكذا يجب أن يفعلوا المستوطنون بمعنى آخر أن الجيش والأمن فقدت السيطرة وأعطيت الصلاحيات للمستوطنين واليوم على سبيل المثال أكثر من وزير طرة إذا لم يستطع الجيش أن يأخذ دوره وهذا اندل على شيء بالقصة أن هناك عجز واضح وكبير جدا هذا يدلل على أن السماح للمستوطنين أن تفعل ما تريد وما كما تشاء وما يحلو لها إسرائيل هي فوق القانون على سبيل المثال لعيني أكمل هذه الجملة نتنياهو قبل أيام قال لأمريكا عليك أن لا تنضمي لاجتماع مجلس الأمن إسرائيل لا تكترت لا لأمريكا ولا للقانون الدولي ولا لتعتبر لأي أحد شخص وهناك أردان بأكثر من موقف مزقة تصاريح ومزقة فوق المجتمع الدولي ويتصرفون بمنغة نتنياهو يتكلم شيء وبالأمس كانت الحكومة أربع حكومات عن هذه النقطة لأنه نريد أن نفهم الخيارات والأمر إن كان ليلة كريستال أو شبيه بما جرى عام 48 في النكبة عندما أطلقت يد العصابات الصهيونية يغالم بالدم الفلسطيني بأهلنا بأضل محتلاء عام 48 وسنتحدث عن المآلات لكن طالما نواكب الظروف الحالية بالنسبة للمسؤولين الإسرائيلي سنعرض هذا التقرير ضيفين ومشاهدين يعترف المسؤولون الإسرائيليون بعدم امتلاكهم كثيرا من الخيارات العسكرية وهما أجبرهم على الذهاب إلى قمة العقبة بحثا عن حل في محاولة للدفع نحو تهديئة قبل شهر رمضان حيث تتصاعد خلاله العمليات ضد مواقع إسرائيلية مسؤولون إسرائيليون كثيرون لديهم موقف مفاده أنه على الرغم من ضعفها فليس هناك بديل من السلطة الفلسطينية وهو رأي الجانب الأمريكي أيضا الذي يعبر عن عدم ارتياح إلى تصرفات حكومة نيتنياهو لسيما لجهة عدم تجميد بناء المستوطنات فالضفاء الغربية المحتلة وضرورة الحد من العمليات الهجومية لقوات الاحتلال في مدنها وهما أمران يحرجان السلطة الفلسطينية في هذا السياق لا يبدو أن حكومة نيتنياهو تعير الكلام الأمريكي انتباعا فهو وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن من برلين أن بناء المستوطنات الجديدة في الضفة سيستمروا في عهد الحكومة الحالية ولا يتوقف دكتور كورب سؤال بشكل مباشر ما الذي يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من التلويح بعقابي إسرائيل أنا أعتقد أن هذا الخيار لا يزال مطروحا على الطاولة كان الخيار الأول ينطوي على هذه القمة التي عقدت في العقبة وتم تنظيمها لكي نرى ما هي الخيارات التي ممكن أن نلجأ إليها لوضع حد للتوترات في الضفة الغربية أما إذا ما استمر الإسرائيليون بالتغاضي عن أفعال المستوطنين وإذا ما لم تمنع السلطة الإسرائيلية والمستوطنين عن القيام بذلك سوف يدفعون ثمنا لقاء ذلك ولكن كما قلت هناك حكومة في إسرائيل تحاول أن تتولى زمام الأمور ولكن في الجهة الفلسطينية من هي الجهة التي ستواجه هذه المشكلة وإذا ما توصلنا إلى اتفاق في العقبة من هي الجهة التي سوف تضمن وضع هذا الاتفاق حيث التنفيذ قبل الوصول دكتور كورب لهذه النقطة لأنه أريد أن أبقى في الزاوية الأمريكية معذرة تقول بأن الحكومة الإسرائيلية تحاول هذا ليس صحيح أقل بني منتنياهو مقاله قبل أن تنتهي أو في أثناء انتهاء العقبة كان يتحدث بناء المستوطنات لن يتوقف لن يكون هناك تقويد لعمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة غالبية الوزراء رئيس الوفد الإسرائيلي الذي ذهب إلى العقبة والتقى تحت إشراف ورعات الوحيد المتحدة الأمريكية قال لا إيقاف لبناء المستوطنات لا توقيف لعمل مؤسسة الأمنية والعسكرية في الضفة إذن لنقف عند هذه النقطة لذلك سألتك عن إمكانية أن تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل هذا يعيدنا لجلسة مجلس الأمن جلسة سرية ستناقش هذه التطورات وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أي موقع ستكون كيف تستطيع أن تقدم نفسها بأنها تدافع عن محتل هذا واقع الضفة الغربية كيف تستطيع أن تقدم نفسها على أنها تدافع عن بناء مستوطنات في أرض محتلة لن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن هذا الموقف كما ذكرت فيما سبق الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بخطوات صارمة إذا لم يقم نتنياهو بتولي زمام الأمور وبوضع حد لما يقوم به المستوطنون وبوضع حد للعمليات الاستيطان وكما قلت هناك إذا هذا النفوذ الذي يمتلكه الأمريكي على كلا من إسرائيل ومصر بعيد اتفاق 1973 ولكن ما حصل حتى الآن وكما قلت كان تنظيم هذه القمة في الأردن ضروريا لحل المشكلة وإذا لم يتم التوصل إلى حل ملائم سوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها باتخاذ خطوات أساسية هناك فقط في جلسة مجلس الأمن مغلقة سعود إليك لموضوع السلطة الفلسطينية ومجددا واقع الولايات المتحدة الأمريكية في الأروقة الأممية لسية مجلس الأمن لأنه قبلها اشتغلت الولايات المتحدة الأمريكية ومنعت أن يتحول مشروع قرار للتصويت في جلسة لمجلس الأمن وتحول إلى نوع من البيان لأن ذلك سيدفعها لو كانت قرار للتصويت لاستخدام الفيتو وهذا يدفع لتبرير الموقف الأمريكي هكذا الآن الأمور في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا ما رفعت الفيتو لكن سيد مسلماني عن هذه النقطة أسألك وأسألك فعلا عن واقع السلطة الفلسطينية عن قدرة فعلا أن تطلع بموقع وموقف قوي بالنظر إلى ما نسمعه حتى من بيانات حركة فتح يعني النفير العام والالتحام مع الجماهير المنتفضة على الأرض نعم حول موضوع السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية هي فقط تستطيع حتى منطقة التي هي متواجدة حولها هي لا تستطيع حتى لا تستطيع الدخول من منطقة إلى منطقة لدينا سبعمائة وستون حاجزا من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق وبالتالي أعتقد أن السلطة محكومة وهي عبارة عن كانتونات لا أكثر ولا أقل وهي مجرد دكاكين هكذا توصف بمعنى أن أبو مازن هكذا يوصف بالتعبير بأنه هو رئيس مغفر للشرطة لا توجد دولة على الأرض كلها ممزقة وبالتالي مفتتة وبالتالي لا تستطيع السلطة أن تصطدم أولاً مع الشعب الفلسطيني وبالتالي مع المقاومة بالرغم أنها حاولت العديد من الاعتقالات جزء من المقاومين لكنها لا تستطيع إذا الجيش الإسرائيلي بنفسه لا يستطيع الدخول المخيمات سواء الضفة أو وبالتالي هذه حرب أهلية سوف تقود إن دخلت لا نمسى أن السلطة جزء منها هي حركة فتح وبالتالي لا أعتقد أنها معنية بالدخول خاصة أولاً هناك تقليص لدور السلطة الفلسطينية وإسرائيل معنية بإضعافها على حساب مثلاً على سبيل المثال رفع بعض شأن من قضية تعلق في غزة التي تحاول إسرائيل فصل الضفة عن غزة وموضوع الانقسام الفلسطيني هو من شأنه له آثار كبيرة هذا من جانب لا تملك السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة بسبب أولاً الأدوات والإمكانيات غير متوفرة وبالتالي هي سلطة بدون دولة سلطة بدون وزارة حقيقية جدية السلطة فقط تملك بعض الرواتب وإدارة بعض الشؤون المدنية نحن نتكلم عن حكم ذاتي أقل شأن موجود في أي شعب للشعوب في دول العالم وبالتالي السلطة تعاني المرين في هذا الجانب دعيني أتكلم حول قضية مسألة أهمة جداً في سياق أثناء الحديث ما جرى بالأمس في العقبة لا أحد يفهم ما هو البيان الختامي أربع بيانات صدرت لكن في نهاية الأمر نتنياهو قال الاستيطان مستمر سمت روش طلع وقال الاستيطان تحت ولايتي ولن أسمح في يوم واحد فقط أن يتم تجميد الاستيطان بمعنى آخر أن إسرائيل عدا عن شرعنة القوانين والتي كلنا نعلم ما هي آخرها قانون الإعدام وقبلها يمنع العلاج للأسرى الفلسطينيين وقبلها كان سحب موضوع الجمتية إذن هناك تطهير عرقي للشعب الفلسطيني وإخراجه من هذه الدائرة وبدليل على ذلك نتنياهو نفسه الذي يعد صديقاً وحليفاً لأمريكيا قال في الخطاب الأول أرض إسرائيل هي أرض حصري للشعب اليهودي وبالتالي هذه الجملة واضحة جملة وتفصيلاً هم لا يودون لا سلام ولا عودة للاجئين ولا حل لمدينة القدس وهذا ما أكده في عام 2018 وصفقة ترامب التي كانت سابقاً سقطت أمام بوابات باب العمود الهبات التي خرجت أن مدينة القدس هي مدينة فلسطينية عربية بامتياز سأعود إليك لنرى المآلات التي يمكن أن تسلكها الأمور دكتور كورب ما الذي يمنع الولايات المتحدة الأمريكية أو منعها من دعبة السلطة الفلسطينية بمعنى تم عملية تقزيم حضور السلطة الفلسطينية في المناطق التي يفترض بأنه تحت مسؤوليتها في الضفة الغربية وفي اتفاق أوسلو وما تلاه برعاية الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً تم وضع السلطة الفلسطينية في زاوية أمنية حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تتواصل معها أكثر من ذلك عندما جاء بايدن لم يتحدث عن حل الدولتين لم يتحدث عن إعادة إحياء هذا المسار عندما التقى المسؤولين الإسرائيليين أو حتى بالنسبة للمسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس ما الذي قدمته واشنطن لدعم السلطة في وجه إسرائيل وما الذي يمنعها الآن من أن تقدم ذلك طالما تبحث عن جانب فلسطيني قوت كما تقول إن المشكلة الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن هذه السلطة لا يقودها شخص أو جهة معينة واضحة هذه السلطة غير قادرة على إدارة الأمور وهذا صعب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول لنعود إلى إحياء حل الدولتين في حين أن ما من جهة تتولى زمام الأمور بشكل واضح وما يحصل الآن هو أن الفلسطينيون يقومون بإطلاق صواريخ على المواطنين في إسرائيل وهذا يستفز المواطنين بالقيام بعمليات مثل التي نتحدث عنها اليوم هذه هي المشكلة نحن في إسرائيل لنرى حكومة يمكن لها أن تضغط على مواطنيها وتمتلك نفوذا ولكن من هي الجهة التي تسيطر على الوضع في فلسطين ومن الذي سوف يمنع الفلسطينيين من قيمة بهذه العملية ومن الذي سوف يفرض عليهم تغيير سلوكهم إذا ما توصلنا إلى أتفاق أو هذا الاتفاق الذي توصلنا إليه في الأردن من سوف يفرض إذا وضعوا حيز التنفيذ في فلسطين لذلك أسألك ما هي الضمانات التي تقدمها أو قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية أين كانت الولايات المتحدة الأمريكية في عملية تهشيم السلطة الفلسطينية على مدى عقود اليوم عندما يتم الحديث عن موضوع السواريخ دكتور كورب نحن نتحدث عن الضفة ولن نتحدث عن قطاع غزة المحاصر هذا موضوع آخر الضفة الغربية هي محتلة في قوانين وشرعية دولية على ما يقدم وولايات المتحدة الأمريكية تطلع بمسؤولية الرعاية والمواكبة تخلت بشكل كامل يعني إذا فيه مشكلة الآن في واقع السلطة أين كانت الولايات المتحدة الأمريكية منها نقطة الأساسية في مجلس الأمن ما الذي سنرى في هذه الجلسة المغلقة هل سنرى سيناريو مشابه للجلسة السابقة أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية أي مشروع قرار لإدانة المستوطنات وهذه حتى الاعتداءات واستمرار الاحتلال في السنوات الماضية استطعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوصل عبر جهودها إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومن ضمنها اتفاقات لم يقم ياسر عرفات بتنفيذها أو باحترامها إذن لماذا نحن يتوجب علينا أن نفرض على الإسرائيليين الالتزام بهذا الاتفاق إذا ما كان ياسر عرفات أو الجانب الفلسطيني لم يقم بالالتزام به سميها لنا دكتور كورب سميها لنا ما هي الالتزامات التي لم يقدم عليها الراحل ياسر عرفات ما الذي لم يفي به عددها لنا لطفا هو لم يمنع حركة حماس من القيام بعمليات هجومية على المواطنين الإسرائيليين ولا المستوطنيين وهذا أدى إلى ضرورة مواجهة الوضع من قبل الإسرائيليين لا يمكن للفلسطينيين أن يطلقوا هذه الصواريق على الإسرائيليين لا أعرف أي رابط تضعه مع الإشارة إلى أنه كان في انتخابات تم دعم انقلاب عليها يعني ربحت فيها حركة حماس لكن الوضع في الضفة الغربية هناك بناء للمستوطنات هناك نهش بالكامل لكل الأراضي الضفة الفلسطينية المحتلة ذلك يعني مع بناء مستوطنات مع بناء طرق نقل التفاف وما إلى ذلك هذا يعني نتيجة ما قامت به إسرائيل سيد سلماني أي سيناريوهات يمكن أن نراها؟ لم أسمع السؤال أي سيناريوهات يمكن أن نراها الآن؟ واضح جدا يعني ما زالت المعركة مفتوحة والصراع ما زال مفتوح وليس هناك أحد معني ما جرى في العقبة هو أمني بامتياز وليس سياسي الموضوع بكل بساطة ممكن أن ينتهي بخلال نصف ساعة تقريبا تنسح بإسرائيل من عام حدود لماذا؟ السؤال يجب أن يتوجه إلى أمريكا لماذا لا أمريكا توافق على مجيء وقدوم القوات الدولية بإشراء قوات دولية تدخل إلى المنطقة الفلسطينية وتفصل بين الفلسطينيين والإسرائيين؟ لماذا لا يطبق هذا القرار؟ هذا السؤال الجوهري الذي يسأله كل فلسطيني من بناء ربما هذه واحدة من النقاط التي تحتاج وقت لكن لم يقدم ولا خيار لقوات فصل أو أممية أو فضع عنف أو ما إلى ذلك على أنه خيار ناجع أو مفيد وفي لبنان ربما مثال في سوريا مثال وفي الكثير من المناطق السؤال الأساسي إذا كان هناك اتفاقيات طرعتها الولايات المتحدة الأمريكية والآن الدكتور كورب يتحدث بين راحل ياسر عرفات الذي حوصر في مقاطعته عندما حدثت الانتفاضة عندما خرجت إسرائيل من كل اتفاقيات التي دخلتها أوسل وما تلاها وصلنا إلى مرحلة هنا بهذا الشكل السؤال الأساسي ما الذي يمنع حقيقة أن نرى إنصافا بالمعنى العملي على الأرض إلى أي حد الأمر بيد الفلسطينيين الآن المنتفضين بجملة سيد مسلماني نعم لأنه واضح بشكل ما جرى بخلال عام 2000 باتفاقية كان ديفيد لم يتم التوصل وكان خلاف على موضوع مدينة القذ وكان واضح أن هناك مؤامرة بأن ياسر عرفات الراحل الذي لم يعجبه لا أمريكيا ولا الدول حتى العربية وحتى الأوروبية لأن كان موقف الرئيس الفلسطيني حينها كان القدس هي العاصمة لفلسطين كان هذا التمسك الذي يتم في زمام الأمور وكانت القضية خالقة في موضوع الأمن والحدود وأهمها موضوع مدينة القدس التي لم يتم الموافقة عليه وبالتالي تم جرجرت أن المشروع الاستعماري الكبير هو فيه استفادة أكبر بمعنى أن النظام الرئاسمالي يتحكم وبالتالي ترك الفلسطينيين على الحدود وبالتالي هذا أخذ من أبعاد كثيرة لم يستطع أحد أن يحل وبالتالي موضوع الضفة الغربية نص تقريبا نص مليون مستوطن موجود في الضفة الغربية 230 مستوطنة موجودة في داخل الضفة الغربية وهذا أيضا يدفع البنسيار في سيناريو فصل القوات وما إلى ذلك أين وكيف سأشكرك جزيل وشكر سيد اسماعيل مسلمانيا الخبير بشؤون الإسرائيلية ضيفنا من القدس المحتلة دكتور لورنس كور مستشار الشؤون الدفاعية في مركز التقدم الأمريكي ضيفنا من واشنطن شكرا جزيلا لك شكرا لضيفينا مشاهدين فاصل نواصلوا من بعد المسائية نفتح الملف الثاني ونبحث في المواقف التي أطلقها وزيره الخارجية الإيراني من جنيف بأن طهران لا تقبل أسروت المسبقة هل نحن أمام أفاق جديدة في مفاوضات نووية أم ماذا تفضلوا رجاء بالبقائم أهلا بكم الجديد في المسائية من الميادين في ملفية الثانية البلاد المتحدة تحتاج إلى الإرادة والقوة لاختتام المحادثات المطولة والوصول إلى اتفاق نووي جيد ومستدام أوقف أطلقه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف مشيرا إلى أن اتخاذ الخطوات النهائية للمحادثات النووية ممكن إذا لم توضع شروط مسبقة وإذا وجد حسن النية والتصميم لدى الأطراف انطلاقا من هذه الخطوة يمكن معالجة القضايا القليلة المتبقية بسهولة وفق عبداللهيان لكنه شدد أيضا على أن الوضع الحالي لاتفاق النووي هو نتاج سياسات واشنطن وسوء تقديرها وحذر من أي قرار غير حكيم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الدرية خلال اجتماعه في أدار مارس المقبل عبداللهيان ذكر بالتهديدات الإسرائيلية المتكررة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية محذرا تل أبيب من أنها ستدفع ثمنا باهظا في حال تنفيذها أي عدوان على بلاده ولفت في سياق متصل إلى أن بعض الدول الحائزة أسلحة نووية تعتقد أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ملزمة فقط للدول غير الحائزة عليها وليست ملزمة لها اطلاقا من ذلك معنا من لندن مدير مركز الأوروبي لدراسات التطرف في جامعة كامبريت جاد دكتور مكرم مخوري مخول مرحبا بكم ما الذي يفهم من كلام عبداللهيان هذا إن كان في جونيف في هذا المؤتمر النزع السلاح وبهكذا مضمون أستاذ راميا لا أعتقد أن إيران غيرت من مواقفها في العامين الأخيرين قيدة أنملة المشكلة هي في أمريكا ومواقف أمريكا وردوخها لاللوبي الصهيوني الفرق بين الموقفين هو أن إيران تريد أن تعود إلى الاتفاق كما وقع وكما كان سابقا وما هو معروف في العلاقات الدولية status quo ante هذه مصطلح لاتيني في العلاقات الدولية هيا نعود إلى مكان وإلى موقعنا عليه ولكن الموضلة في الموقف الأمريكي أنه لا يريد أن يعود إلى الاتفاق الذي أصلا دخله باراك أوباما وإنما ما يفعله وهنا التناقض الشديد أنه يريد أن يفاوض من جديد هذا العقد ما يسمى بـ contract negotiations وهذا فرق كبير بين الموقفين أستاذ راميا فئة واحدة أي الموقع هنا إيران تريد أن تعود وبموقف عادل إلى ما تم التوقيع عليه وإيران لم تخرج من هذا الاتفاق أمريكا هي التي خرجت وبالتالي الآن أمريكا هي تحت ضغوطات اللوبي الصهيوني بشكل كبير لدرجة أنها تلعب على أربعة محاور في المحور أو القنوات الدبلوماسية تقول شيء للوسطاء الذين يتوسطون ما بين إيران وأمريكا مثلا العراق ولكن من ناحية ثانية في الإعلام تقوم بإطلاق الشعارات والتهديدات لإيران مثلما مثلا اللقاء الذي أجراه روبرت مالي المفاوض في هذه الاتفاقية وقال أننا لا يعني نأخذ بعين الاعتبار أو أننا نأخذ بعين الاعتبار أيضا النتيجة أو الإمكانية العسكرية أو الاحتمال العسكري هذا مناقض جدا لما يحصل ومن ناحية الثالثة هم يرسلون عدة اقتراحات فيها بنود قانونية جديدة لإدخالها في هذا الاقتراح بين هذا وذلك يدخل طبعا اللوبي الصهيوني ليهددها بواسطة سنتحدث عن التهديدات خصوصا أيضا نلاحظها عبداللهيان في مواقفه لكن طالما ذكرت روبرت مالي وكان أفهم منك الدكتور مخول بأنه نحن أمام إعادة تأكيد على ثوابت الموقف الإيراني لا ظروف جديدة قد تدفع ربما لأننا أمام مسار جديد قد يفتح كوة في عودة إلى مفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي روبرت مالي يقول أنه مهما حدث في الأشهر القليلة الماضية ما زلنا نعتقد أنه أفضل طريق لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هي من خلال اتفاق نووي هذه المشاعر مشتركة ويرددها شركاء واشنطن الأوروبيون ما الذي يعني أين المشكلة إذا بنسبة البيئات المتحدة الأمريكية في تطبيق ذلك أو الذهاب إلى مسار بشكل أو بآخر طالما إيران ثابتة لم ولن تتغير نعم هي المشكلة هنا أنه فعلا إيران تريد أن تعود لما كان عليه ولما تم الاتفاق عليه ولكن أمريكا هي التي تريد أن تغير بنود هذه الاتفاقية وتريد لي ذراع إيران في نقاط متعددة بالأحرى بصراحة أن أمريكا وبالتحديد إدارة بايدن اعتقدت دوما وأعتقد أنها لو ترك الأمر لها لكانت عادت إلى هذا الاتفاق ولكنها تخضع للوبي الصهيوني بما في ذلك أعضاء من الكونغرس من الحزب الديمقراطي حزب بايدن لا مشكلة لإيران أن تقبل أمريكا مرة أخرى في هذا الاتفاق مع أنه يعني لا تريد إيران أن تلدغ كمؤمنة لا تريد أن تلدغ من الجحر مرتين لا تريد أن تعود أمريكا إلى هذا الاتفاق ومرة أخرى تخرج من هذا الاتفاق إيران تريد ضمانات وهذه مسألة مهمة والأوروبيون يفهمون ذلك وهم بشكل أو آخر سرا يؤيدون الموقف الإيراني في كثير من الأحوال مشكلتهم أنهم هم دول تبع والاتحاد الأوروبي تابع للولايات المتحدة الأمريكية أكرر أستاذ راميا أن اللاعب الأكبر هنا والمحرد أو هي فعلا إدارة الإحتلال الإسرائيلي وموقف نتنياهو الذي لا يريد على الإطلاق أن تمتلك إيران أي نوع من المشاريع النووية حتى لو كانت للطاقة والكهرباء والمشاريع السلمية ولذلك نتنياهو وإسمحيلي هنا نتنياهو لو كان السيناريو الأهم والأكبر متاح أي سيناريو ضرب إيران أو ضرب كل ما يظن أنه مفاعل نووي في إيران كما فعل الاحتلال عام 1981 عندما ضرب المفاعل النووي الصغير والمبتدع في العراق لكان فعلها نتنياهو أنا وفقا لفهمي وقراءاتي مما يعني نقرأه بالأدبيات العبرية كان يود جدا أن يجري ما يسمى بـ الضربة الأولى أو ما هم يسموها بالعبرية أو الضربة الأولى ولكن هم يخافون أنه حتى وإن ضربوا ودمروا العديد من المنشآت النووية الإيرانية أن يبقى لإيران في مكان ما وهذه هي جزء من استراتيجية الرداء أن يبقى لإيران في مكان ما ما يسمى بـ أي قوة الضربة الثانية وبالتالي ترد على المعتدي أي في هذا السياق على الاحتلال الإسرائيلي وعلى نتنياهو وتدمره أيضا وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة هذا ما لا تريده إدارة بايدن ولكن وطبعا لسؤالك نقول أنه عندما يقول روبرت مالي أن الطريق الدبلوماسية هي الصحيحة نعم ونحن نعرف أن خلفية مالي نوعا ما سلمية ويأتي من عائلة نوعا ما يسارية سلمية ولكن هو أيضا قال أننا لا نجزم أن يكون هناك عمل عسكري ولكن ماذا يعني هذا أستاذ الرامية هذا يعني أن أمريكا تريد أن تضرب إيران نوويا وهم يخافون وبالتالي يخافون من الرد النووي وقوة الضربة الحديث عن سيناريو العمل العسكري وما إلى ذلك يبدو بأن المشهد مقوض في إمكانية تطبيق ذلك لكن يبحث أو يدرس مصار ثالث هذا أقل ما بدأنا نرى هو يطرح في الإعلام الغربي تبقى معنا دكتور مخول لنعرض هذه المعطيات إذن يبدو أن أوروبا لا تزال متمسكة بالعودة لاتفاق النووي المفوض الشؤون الخارجية لاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يرفض التخلي عن جهود إنقاذ الاتفاق وفا ما كشفت صحيف تول ستريت جورنال بمقال سابق لها من جانبه شدد رئيس الوكالة الدولية لأطاقة الذرية رفايل جروسي على الحاجة الملحة لإحياء الجهود الدبلوماسية للحد من البرنامج النووي الإيراني مؤلنا أنه سيزور طهران القريب العاجل لاستعادة قدرة مفتشيه على مراقبة البرنامج يستبق جروسي بذلك اجتماعا لمجلس محافظ الوكالة في بينا في السادس من الشهر المقبل لمناقشة الأنباء عن تخصيب إيرانيوم بنسبة 84% على العكس من ذلك ترى صحيفة فورن أفيرز أن الوقت حان لاعتراف واشنطن بأنه لا يمكن إعادة إحياء الاتفاق متحدثة عن خطة بديلة الاحتواء إيران قائمة على تحديد مزيد من العواقب الاقتصادية والسياسية والعسكرية في المقابل تقرر الصحيفة بعدم جدوى تنفيذ ضربة عسكرية على إيران هذه النقطة الأخيرة ما كنت في المتابعة وإياك دكتور مخول بأنه ما فيه إمكانية وتكرت السيناريوهات التي تفضلت بها لكن الخطة البديلة في استراتيجية الاحتواء تبدو تتحدث عن خيارات أو تجديد عقوبات سياسية واقتصادية وجانب عسكري لا ندري بأي شكل ما إمكانية أن يشكل فائدة في الضغط على إيران ونحن نتحدث عن أن هذه المسالات جربت كان السياسي أو الاقتصادي بمعنى العقوبات أو حتى في الضغط السياسي والجانب العسكري بمعنى الضربات غير المباشرة والتي نراها الحرب السرية أنصح التعبير المتبادلة بين الطرفين على ماذا يعول بخطة بديلة بهذا الشكل؟ بالتأكيد إيران تعلمت العيش مع العقوبات على بر العقود وهذه العقوبات لم تقوض الدولة الإيرانية ولم طبعا تلغي هذا النظام أو هذا النوع من النظام الحالي في الجمهورية الإيرانية الإسلامية لذلك العقوبات لم تنفع ولم تفد الغرب الجماعي بشكل عام ولكن إن أراد الغرب فعلا حل الموضوع بطرق ديبلوماسية ممكن جدا الاستعانة بموضل بنموذج هو جزء منه نحن نعرف أنه بعد أزمة السفارة الأمريكية في طهران في عام 1981 تم إنشاء ما يسمى بـ US Iran Tribunal أو ما يسمى محكمة الدعاوة ما بين إيران وأمريكا وهذه المحكمة تجلس في لاهاي وتبحث الكثير من الدعاوة الشخصية والحكومية بين الطرفين وكل مرة تصدر حكما لما إذا أرادوا فعلا المصار الدبلوماسي العقلاني والتفاوضي المتعادل وبشكل ندي لما لا يتبنون نموذج من هذا النوع بين أمريكا وإيران وبالتالي لاهاي تدخل في هذا المصار والاتحاد الأوروبي يأخذ دورا أكبر في هذا المجال الاتحاد الأوروبي صحيح حاول حتى عندما أمريكا فرضت أو انسحبت وبعدها فرضت العقوبات حاول الاتحاد الأوروبي إيجاد نوع من الطريقة وسمها سينكتكس وهي بشكل أو بآخر التعامل مع إيران بوفقا للاتباطية الاختصادية ولكن فشل الاتحاد الأوروبي ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي رغم محاولاته ورغم محاولات جوزيف بوريل يخضع أيضا هو للوبي نتنياهو ونحن رأينا تصريحات مكرون بعد زيارة نتنياهو لباريس وكيف أنه تغير هل هناك إمكانية في خيارات العودة لسيناريو العقوبات في الأمم المتحدة؟ هل الظروف الآن بالنسبة للقوى الدولية تسمح بعملية طرح إعادة العقوبات ألا تكون عقوبات أحادية على إيران وإنما عقوبات أممية؟ وما الذي قد نراه في السادس من الشهر الحالي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة؟ دكتور مخول برأيك من المستحيل أن يأخذ أو يتبنى مجلس الأمن أي قرار أممي والفيتو الصيني والروسي جاهزين وهذه مسألة واضحة إلا إذا ظن الغرب الجامعي أو العواصم الناتوية أنه بإمكانهم تكرار الحرب والغزو الذي طبعا تم تنفيذه في العراق عام 2003 بدون إصدار قرار من مجلس الأمن ولكني أستبعد ذلك لأن ذلك سيأخذنا إلى عمل عسكري من قبل الناتو مما سيشعل حرب عالمية ثالثة شكرا جزيلا لكم دكتور مكرم مخوري مخول مدير مركز الأوروبي الدراسات التطرف في جامعة كامبرج ضيفنا كنت معنا من لندن في هذا نسأل ختام المسائية مشاهدين دائما للمزيد الميادين دات نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة